جزاوك كتير على قاله الشاب على منطقة اللعب لو جيب برضو هي قريبة من نفس اللقطات كفية لقطة او اتنين زيادة من منتهى البساطة عنوان لازم جمزي علاقه في قط اللبس عبدالله السعيد ما ينفعش يبقى بعيد ما ينفعش يبقى بعيد عن منطقة الجزاء ابداً ما ينفعش يبقى بعيد انا بتكلم على تالت اكتر قدامه هدفين ويبقى تالت اكتر اللاعبين فعالية في تاريخ مصر في تاريخ مصر بتكلم على واحد في التوب تين بقيله جنين ويبقى قابليه بس اتنين لعيبة كابتن حسن الشازدي وكابتن حسام حسن بتكلم على لعيب لسه بلعب لحد الوقت في الملعب بتكلم على لعين تسعة وتلاتين سنة هيتمون في يوليو تسعة وتلاتين سنة نفعش يبقى بعيده طول الوقت ليه ادوار عظيمة في الربط والخروج بكرة كل ده جميل لكن انا باخد منه محصلة لا تتناسب مع الجودة بتاعت عبدالله السعيد طول الوقت الراجب بتكلم على صعيد القرارات والجودة ومخزون القرارات تاني هقف عند الفعالية بتكلم على واحد من اكثر اللاعبين فعالية سواء على صعيد الصناعة او التسجيل في تاريخ مصر عبدالله السعيد لعيب كبير او يا كريم وتاني اللغة الجماهيري اللي صاحب انتقاله من هنا الهنا وهكذا شوية حط ضغط على عبدالله في السنوات الاخيرة لكن يبقى شاء من شاء وابا من ابا عبدالله السعيد هو واحد من احسن اللاعبين مش هبالغ لو قلت انه واحد من احسن اللاعبين في تاريخ مصر على صعيد الفعالية على صعيد الصناعة على صعيد التسجيل الراجل بيصنع الراجل بيسجل الراجل قادر طول الوقت ان يبقى عنده اللي يقدمه فين؟ بشرط انت لو شفت رقطات الخطورة كلها في التلت الاخير من ملعب المنافس ما تنزلوش تحت اعتمد على اي حد يقدر يمشي من تحت